موسيقى ثانية صباحا ثانية عشرة بتوقيت جرينتش موجز اخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ وخلال اجتماع لمتابعة تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية وجه الرئيس السيسي بتكوين ظاهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستراد كما شدد الرئيس السيسي على أن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور كبنية أساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا بشأن التدابير الخاصة على خلفية فرض عدد من الدول سقف أسعار النفط الروسية يحضر بمجابه توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا ويحضر المرسوم الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير المقبل توريد النفط للمشتريين الأجانب إذا كان العقد يستخدم ألية سقف الأسعار أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مواصلة تطوير وتعزيز القوات المسلحة وفقا لتعليمات الرئيس فلاديمير بوتين وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن شويجو عقد اجتماعا في مقر قيادة القوات المسلحة واستمع إلى تقرير حول أنشطة الجيش خلال عام الفين واثنين وعشرين حيث تم إبلاغه بالأنشطة العملياتية والاستعدادات القتالية التي تم تنفيذها وكذلك التي من المخطط إجراؤها قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن واشنطن ستقف مع كييف في حربها مع روسيا مهما طال الوقت وأضف بلينكين أن الأوكرانيين ينتظرون شتاء قاسيا مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعمل من دون كلل مع مجموعة السبع وشركاء آخرين لإصلاح واستبدال البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا أعلنت الشرطة البرازيلية أنها تحقق في تهديد محتمل بوجود قنبلة في أحد الفندق القريبة من مقر إقامة الرئيس لولا داسلفا في العاصمة برازيلية وذلك قبل أيام قليلة من مراسم تنصيبه المقررة يوم الأحد المقبل وكانت الشرطة البرازيلية قد أبطلت مفعول عدد من العبوات الناسفة عثر عليها في ضواحي العاصمة برازيلية خلال الأيام القليلة الماضية كما ألقت القبض على شخص كان قد وضع عبوة ناسفة بالقرب من مطار العاصمة البرازيلية قبل أن يعترف خلال استجوابه بأن هدفه كان بث الفوضى للحيلولة دون تنصيب الرئيس الجديد رجح الرئيس الصربي أليكزاندر فوتشيتشا عدم التوصل إلى حل واسط مع كوزوفو وذلك بعد أن زادت حدة التوترات بين البلدين وخلال اجتماعه مع بطريارك الكنيسة الأرثوذكسية الصربية اتهم فوتشيتشا السلطات في كوزوفو بأنها لا تريد إجراء محادثات مع بلاده تواصل سلطة الأمريكية جهود إزالة القليد من الشوارع التي تضررت من العاصفة الشتوية القوية التي تكتاح الولايات المتحدة وأنشرت سلطات جرارات للمساعدة في رفع السيارات التي تعطلت في الطرق مشاهدين لمزيدنا من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكستر نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أركود الظاهر على الشاشة شكرا لطيب المتابعة وكنت معكم مدى سعيد اشتركوا في القناة